احترموا تقدير أساس الزواج أما أجي أتكلم عن قصص العلاقة هو المسلس دا اللي احنا شايفينه قدامنا دا مسلس قاعدة مهمة جدا الاهتمام هو القاعدة الاحترموا التقدير هو دا وتضلعين شفت المسلس يا رب بس يكون باي لاني كان لونه أقدر مسفر شوية لكن القاعدة بتاعته I care أنا مهتم والدلعين بتوعه لاهتمام اللي احترموا التقدير لما يجي للإحترام ويجي للتقدير والقاعدة بتاعتهم هي الاهتمام دا أسس العلاقة دا كده في زواج في بيت قادي الاهتمام أهو I care أساس أساس لو مش موجود خلاص انسة ومين يكمل ومين يكمل دلعين البيت اللي احترموا التقدير دا مسلس العلاقة راح انتهت العلاقات المبنية عن التقليل من شأن الطرف الآخر الشريك الآخر عدم تقديره عدم الاحترام بيؤدي الأسرة مفككة غير مستقرة نفسيا زوج وزوجة وأولاد التقدير الشكر الامتنان لفظي وغير اللفظي والسلوكي وهنشرحه النهاردة واحد من أهم مظاهر التقدير بين الناس وما بالك بين الزوجين التقاتي الثلاثة واحفظه معايا الكلام اللي هقوله دا تكلم وعبر عن الجواد تقدر وتمتن وتشكر للأمور الإيجابية اللي انت شفتها ورا وقالك تقدر خيرك الله يكرم الله يبارك فيك يا زوجي تقدر ونمتن ثالث حاجة التغافل دول ثلاث تقات مع المثلث العلاقات كل دا بشرط يلا أنا بقوله الله جميل حلو نحن احترم بعض بس كل دا بشرط ان كل الطرفين بيعمل دا مش طرف واحد تاني بس فعمال يجدف يجدف المركب عشان ما تغرقش وبعدين المركب بيحصل الله ايه تميل ولما تميل المركب بيغرق